إيه التحديات اللي بتواجهنا إحنا كمجتمع مصري إن كان ذكور أو الناس لأنك حضرتك قلت إنه الشباب بالفعل عنده تحديات لحقيقة يمكن هنبتديها بأكتر حاجة يمكن التعليم التعلم يا ترى إحنا التعليم بتاعنا فعلا هو تعلم ولا مجرد إن إحنا بناخد معلومات وننساها وإحنا داخلين امتحادنا بعد من خلص الامتحان خلاص لإني ما بأخدهاش كتعلم أنا بأخدها كتعليم وده مهم جدا أننا نفهم كتلقين كتلقين بالضبط فبالتالي أنا قدرتي على الابتكار والإبداع مش موجودة لأن أنا بأخد المعلومة لمجرد زي ما هيك قلت تلقين وبروح أنزلها في ورقة الامتحان وخلاص أنا مستفدتش بيها حاجة وده الفرق ما بين التعلم والتعليم فمهم جدا أن البرامج التعليمية والمناهج التعليمية تكون بتشتغل على التعلم النقطة التانية قدرتي أنا على مواجهة المشاكل الصحية اللي بنعاني منها كلنا يا طرق أنا واعي بأهمية أن أنا أروح أعمل فحوصات معينة أن أنا أسعى لأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب كل ده وعي كل ده ثقافة لو أنا كمواطن مصري ما عنديش المعلومة دي أنا مش هبقى في الحالة الصحية والحالة الذهنية والحالة الابتكار والقدرة على المشاركة في التنمية هتكون مش في المستوى اللي احنا عايزينه صحيح 133 جلسة فيها 803 خبير سواء كان محلي أو حتى خبير أجنبي ومتخصصين أهمية وجود كل هذا العدد الكبير إزاي هنقدر نستفيد من خبرات بعض تقديم الخبرة مش بس أن أنا بقدم معلومة وخلاص لا أنا بقدم كمان بيانات عن نتائج هذه التجارب بشوف يا طرق هي مناسبة لينا ولا مش مناسبة لينا طب إيه المناسب لينا وابتدي أخطاره فإن أنا أسمع من الخبراء واشوف هذه التجارب ما يناسب مجتمعي طبعا مش كل حاجة هتناسب المجتمع بتاعنا ولا هتناسب المواطن المصري المواطن المصري ليه خصوصية وليه طريقة في التعامل يجب أن ندركها عشان نقدر نخليه معانا على طريق التنمية لو إحنا فهمنا ده وقدرنا نستفيد من التجارب السابقة ونقدم التجارب بتاعتنا احنا عندنا تجارب هيلة يعني عندنا التجربة بتاعت فيروس C عندنا التجربة بتاعت قبل كده شلل الأطفال عندنا التجربة بتاعت الملاريا دلوقتي وبيشهد بيها العالم عندنا تجربة مهمة جدا ومبادرة رائعة من أجمل المبادرات العالمية حياة كريمة كلها تجارب بتاعتنا تجارب بتاعت مصر بتشتغل على فعلا إزاي نشتغل التنمية بشكل صح اشتغل التنمية بشكل صحيح